حتي اشر التوم في برطمان اختراع ده عمرنا بنرمي معقول كل ده يحصل من اشر التوم ده كنز رباني هيكسبك الملايين وفعلا كنز ما يخطرش على بال حد معقول بس اصالوا على رسول الله لو اول مرة تشوفوني انا مطبخ مامة سولاء السراء فاتح سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب في البداية كده اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكم دايما اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله قطارة بنت حلال يا جماعة قالتلي يا اسراء ده اشر التوم ده كنز رباني اوعي تيرمي قلتلها ليه ده كلنا تقريبا بنرمي قالتلي معقول حد ييرمي الكنز ده ده دهب قلتلها ماشي هعمل بيه ايه قالتلي بتجيب التوم وبتاخد القشر اللي هو حوالين التوم مش حوالين الفص القشر اللي بيبقى حوالين راس التوم نفسها وكمان العدان العدان اللي هي بتبقى العدان الطويلة اللي فيها راس التوم فما ترموش العدان دي برضو لان هي كنز طيب ماشي وهعمل به ايه عطارة قالت لي هتعملي حاجة رهيبة كنز فعلا ويعني انت نفسك هتندهشي لو جربتها قالت العطارة بتجيبي برطمان ازاز وتجيبي بقى قشر التوم وكمان بتجيبي العدان اللي هي الطويلة ديت وبصي هتيجي عند الجزء اللي بيبقى في التراب ده وتقصي مش عايزينه الجزء ده كل اللي احنا عايزينه العدان بتاعة التوم وكمان القشر اللي حوالين راس التوم طبعا تقدر تستخدمي القشر الابيض او القشر الابيض سوري او قشر التوم الاحمر زي ما قالت العطارة بالزبط اللي وصل لحد هنا لايك كومنت حلو زيكم اكتبوا لي في الكومنتات بتشوفوني من اي بلد او من اي دولة واشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان كل منازل فيديو جديد يوصل لكم اشعار وعلشان بصراحة كده عايزة اوصل بيكم للمليون مشترك لو انتو بقى حاسين ان انتو بتستفادوا مني ما تبخلوش عليا بالاشتراك فقالتلي العطارة وبتجيبي حوالي سبع ورقات من ورق اللوري او ورق الغار اكتبوا لي هو اسمه اي في بلدكم او في دولتكم وبعد كده بتحطي عود سوري من الارفة الارفة الصحيحة مش البودر كمان هتحطي سبع حبات من الحبهان اللي هو الهيل اكتبوا لي برضو هو اسمه اي في البلد عندكم او في دولتكم مية مغلية بقى وصبي لحد 3 اربع البرطمان احنا بنسيب ربع البرطمان علشان يعني البرطمان ازاز فنحافظ عليه ولازم البرطمان يكون ازاز علشان بيحتفظ بالمية السخنة يعني من نص ساعة لساعة فنقدر ان احنا ننزل فوائد كل المكونات ديت في المية المغلية قالت العطارة بعد كده بتقليبيه كده بالطريقة ديت وبتغطي البرطمان وبتسيبيه على الرخامة من ساعة لساعة ونص يعني هتسيبيه كده بعد ما تغطي البرطمان على الرخامة من ساعة لساعة ونص اهم حاجة انه يبرد تماما ما تحطهوش جوه التلاجة لازم يفضل برا التلاجة لحد ما يبرد تماما وبكده هتساعدي ان كل الفوائد تنزل فيه المية المغلية فانا هسيبه ساعة ونص لايك يلا كومنت حلو زيكم شجعوني فيه بعد ساعة ونص خدت البرطمان زي ما قالت العطارة بصراحة فكرة بمليون جنيه فعلا فكرة رهيبة قالت بعد كده بتجيبي اي صفاية كده واي طبق عندك وتصفي كل المكونات اللي في البرطمان بس كده خلاص اللي فيه الصفاية ده انا مش محتاجاه فهستغنى عنه ولو انت عندك زرع بقى زرعاه في البلكونة تقدر تسمدي بأرضية او تراب بتاع الزرع بالنسبة بقى للكنز ده فده بصراحة كنز لا يقدر بثمن ولا يقدر بملايين ده بقى ستي تقدر تعمله منه كمان مشروع ان انت هتجيبي ازايز بخاخ كتير وهتمليها اعبوات كده وهتبعيها بالسعر اللي انت عايزاه طريقة الحفز بيحفظ فيه استلاجة من شهر لشهر ونص بتحطي كده في البخاخ وبيتشي ليه بعد ما بتملي البخاخ فيه التلاجة هنملى بس البخاخ وهقولك ده احنا بنستخدمه في ايه بالزبط وليه هو كنز وليه اشر التوم فعلا من نهار ده ما ينفعش حد يرمي يعني كل اللي شاف الفيديو ده ما ترموش اشر التوم انا واسكن انتو كلكو هتقوموا تجربوا الفيديو بعد ما خلص وكمان شاركوه مع حبيبكم وصحابكم وقريبكم علشان هم ما كمان يعملوا الفكرة دي ويجزاكم الله كل خير بعد كده بقى بتقفل البخاخ بس كده تعالي بقى ما اقولك ده بيستخدم لايه وبتستخدميه ازاي ده يستخدم للاطفال للشباب للبنات للناس الكبيرة في السن بيستخدم مرة صباحا ومرة بالليل بترشي ست رشاط كده على فروة الشعر فروة الراس يعني وبتدلكيها في حرقات دائرية لمدة خمس دقائل هكذا للاطفال هكذا للشباب هكذا للناس الكبيرة في السن والبنات كمان بترشي على الشعر نفسه كده ست رشاط زي التونر كده وبتسيبيه عادي خالص على شعرك مالوش اي ريحة يعني مفيش اي ريحة هدائك لان ريحة الحبهان طاغية اصلا فرحتها قوية جدا ورحتها حلوة وبتستخدميه مرة بالليل كمان بتغسيل الشعر تاني يوم او تالت يوم كالمعتاد بتاعك يعني شوفين انت بتغسيل الشعر امتى بيتغسل عادي في معاده ده بيعمل ايه ده بيتول الشعر بطريقة خيالية اصلا بطريقة انت مش هتتخياليها بيمنع تسقط الشعر بيكسف الشعر بينبت فراغات الشعر لو انتوا عندكم فراغات في الشعر فده بينبتها وبيطلع الشعر وبالنسبة للناس الكبيرة في السن والشباب اللي عندهم شيب مبكر ده اصلا بيقضي تماما على الشعر الابيض اللي في الراسه بيمنع الشيب من الظهور مرة اخرى